سقطرة الجزيرة اليمنية الواقعة في قلب المحيط والأحدث ولادة في ترتيب محافظات الجمهورية اليمنية ظلت طوال تاريخها الحديث هادئة ساكنة وكان الصفر هو النتيجة الدائمة والمكررة لسجل الجنايات سنويا ولم تطلق في سمائها رصاصة واحدة لكنها في عهد سيطرة تحالف السعودية والإمارات على اليمن باتت تتصدر قائمة أكثر المدن اليمنية التي تعاني من الاضطراب والصراع وشبت فيها نار الفوضى وغطت سماءها أدخنة النار ومس أهلها الضرر والخطر تحت فطة العمل الإنساني وصلت إليها دولة الإمارات وعبر جمعيتين تتبعها هي الهلال الأحمر ومؤسسة خليفة دغدغت عواطف السكان فمدت لهم الفتاة في إصبع وسرقت الجزيرة ببقية الأصابع قدمت نفسها حريصة وذات طابع إنساني ثم ما لبث أن طال اعتداؤها كل شيء من الشجر إلى الحجر ومن الساحل إلى السماء سعت الإمارات للاستحواذ على الجزيرة أغدقت الأموال على الوجهاء والنافدين أرسلت الشباب والشابات إلى أبو ظبي بحجة التعليم والتدريب والعمل وأرسلت من بقي من الشباب إلى عدن والمكلة للتدريب كمرتزقة ضمن دائرة كبرى من المرتزقة يطلق عليها أحزمة أمنية حلال فترة قصيرة أثمر السياسة المكر الإماراتية في سقطرة الفوضى تضرب الجزيرة تمردات عسكرية داخل الألوية الحكومية تهدأ ثم تعود من جديد بعد شراء ضمائر ضباط وجنود مرتزقة أغرتهم بالمال فخانوا شرفهم العسكري وأدمنوا التمرد مقابل المال وميليشيا تسمى الانتقالي تحن للماضي البغيض ترفع أعلام التشطير وتفتح النار في كل اتجاه ولديها الاستعداد للقتل والتدمير والفوضى يحدث كل هذا والحكومة الشرعية تعيش في سبات طويل منذ سنوات أما السعودية حليفة الإمارات في اليمن فمنذ وصولها إلى الجزيرة زاد الوضع بؤسا وتوغلت الإمارات أكثر يفتتح القائد السعودي مشروعا إنسانيا بسيطا بأبخس الأثمان بينما يواصل القائد الإماراتي اقتطاع آلاف الكيلومترات من الجزيرة ليفصلها عن السلطة المحلية والحكومة الشرعية بل والجمهورية اليمنية وقع التمرد العسكري الأول في الجزيرة برعاية إماراتية ثم التمرد الثاني ثم التمرد الثالث والسعودية وممثلها هناك يلتزمون الصمت العملية إذن واضحة تواطئ سعودي يحمي الحماقات الإماراتية وطمع إماراتي ينمو برعاية سعودية أما سكان الجزيرة فاعشون لحظات مرة من تاريخهم وهم يرون الغرباء يدمرون جزيرتهم والدم يخضب تربة الجزيرة للمرة الأولى في تاريخها ذلك الدم الذي ظل محصورا لبضيا في سائل أحمر يسري في شجرة دم الأخوين بات اليوم يسيل فعلا على تربة سقطرة من أجساد أبنائها الذين لم يعودوا أخوين بل أعداء بفعل أولئك الغرباء والدخلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر